موسيقى موسيقى اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة معانا حلقة جديدة النهاردة وهنبدأ بيها باخبار متوترة على جميع الصحف العالمية والمحلية واول خبر بيقول طرد الطيارين الاسرائيليين من مصر معانا كمان تحذير واغلاق ثلاث انفاق في مدينة جدة السعودية وتحذير عاجل للاردن والعراق ومعانا المعلومة المفيدة او المعلومة الصحية اللي حضرتكم 90% منكم اه عملنا السبتاء وطلب وجودها في كل فيديوهاتنا هي صلصة الطماطم تقيقة من هذا النوع من السرطان او واقية من هذا النوع من السرطان يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل وقبل ما نبدأ بفكر حضرتكم بعمل اللايك للفيديو ما تبخلوش علينا فيه محتاجين اللايكات يا جماعة لدعم القناة كمان يا جماعة ما توقفش المعلومة عند حضرتك يا ريت تنشروا الفيديو لأصدقائك ليستفيد منها الجميع بالذات الفيديوهات اللي فيها تحذيرات يا ريت تشيرها لاني ناس كتير هتستفاد من هذا التحذير والجديد معانا وعايز يوصلوا كل جديد يا ريت تشترك في القناة هتدوس على الزرارة تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك او سبسكرايب ليصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة واخيرا وليس اخيرا نقول في هذا العام وقبل نهاية هذا العام وربنا ينهي على خير اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اللهم نستودعك الارض ومن عليها يلا بينا نشوف اول خبر معانا بيقول ايه والخبر الاول الخبر الاول هو المعلومة الصحية هي بتفيد في ايه اكدت دراسة جديدة نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان النتائج السابقة ان صلصة الطماطم المستخدمة في كل شيء في البتزا الى الماكرونة تساعد في تقليل الاضرار التي تلحق بخلايا البرستاتا والتي يمكن ان تساعد في حماية البرستاتا من الورم الخبيث لدى الرجال وجد بحثون امريكيون ان تناول فاكهة الطماطم ومنتجاتها وكذلك الاطعمة الموجودة فيها قد يساعد في تقليل الضرر الذي يلحق بالمادة الجينية الدي ان ايه في خلايا البرستاتا لمرض السرطان او لمرض السرطان اظهرت الابحاث السابقة ان الطماطم يمكن ان تقلل من خطر الاصابة بسرطان البرستاتا لدى الرجال واكدت ان العنصر النشط لها هو الليكوبين المضاد للاكسدة ويعتقد العلماء ان الليكوبين قد يساعد في تقليل الاضرار التي تسببها الجذور الحرة او الشوارد الحرة الضرة والتي يتم انتاجها بشكل طبيعي اثناء معالجة الطعام في الجسم ويمكن ان تؤدي الى المرض والشيخوخة ووجد البحثون ان الليكوبين يقلل ايضا من مستويات مستطد البرستاتا النوعي بي اس اي ووجود البي اس اي في الدم ينبئ بخطر الاصابة بسرطان البرستاتا وجدت دراسة اجريت على 32 رجال مصابا بسرطان البرستاتا تتراوح اعمارهم بين الستين والاربع وسبعين عام ان تناول طبق كبير من المعكرونة الغنية بصلصة الطماطم كل يوم لمدة ثلاثة سبيع قبل الخضوع لعملية استقصال البرستاتا اظهر زيادة في تركيزات الليكوبين في انسجة البرستاتا لدى الرجال الذين تناولوا صلصة الطماطم تقريبا ثلاثة مرات اكتر وكانت مستويات البي اس اي وتلف الحمض النوعي اقل بكثير يبقى اذا يا جماعة بنوصي الرجال بالزاد بعد سن الخمسين من الاكثار من تناول الصلصة او صلصة الطماطم مع المكرونة او مع اكل او زيادة الصلصة في وجباتهم لان الرجال عموما بعد سن الخمسين اقصريتهم معرضون لتلف البرستاتا او رام البرستاتا او مشاكل في البرستاتا وطبعا تكون الصلصة بعيدة عن الصلصات اللي هي بتبقى عليها مواد حفظة كتير او كده ويريد تبقى صلصة طبعية افضل مئة مرة ومليون مرة يعني طماطم طبعية ومعمولة صلصة وتزودها في المكرونة وفي اكلك بالهنة والشفا ويشفينا الله جميعا ان شاء الله نخش بقى على هذا التحذير للاردن تحذير من ادارة الازمات في المملكة الاردنية وده بتاريخ 24-11 بتاريخ اليوم الخميس 24-11 او 24 نوفمبر من ادارة الازمات يحذر من تشكيل السيول الخميس والجمعة اللي هو من اعتبارا من اليوم فاحنا بنحذر الاردن والاردنيين واخوتنا واحبائنا في الاردن خلي بالكم جدد المركز الوطني للامن وادارة الازمات التحذيرات الصادرة من ادارة الارصاد الجوية فيما يتعلق بتأثير حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس وغدا الجمعة ودع المركز المواطنون الى الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهدها هطولا مطريا وكما حذر المركز من خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية فهتقول لي فيه غبار وفيه امطار هقولك اه في المناطق الصحراوية والبادية هتلاقي غبار ورياح عاتية كمان وتسود حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس اللي هو اليوم مصحوبة بنخفاض على درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا في اغلب المناطق في المملكة وبحسب تقرير ارصاد تتأثر المملكة يوم غد الجمعة اللي هو خمسة وعشرين حداشر بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوية مركز فوق جزيرة كبرس وتوالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة في مناطق عدة من المملكة ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا في شمال وسط المملكة اليومين دولة يا جماعة اعتبارا من اليوم الخميس هننزل فيديو بالليل عن ظاهرة جوية وانقلاب غير عادي في الطقس لعدة الدول اخرى ولكن لما نجمع بيانتها فالفيديو هينزل بعد الفيديو ده مساء ان شاء الله هتخص بقى مصر وبقية الدول العربية التي تطل على البحر المتوسط وشمال افريقيا عندنا كمان تحزير واغلاق ثلاث انفاق في مدينة جدة بالسعودية بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الامطار الغزيرة والسعودية اليوم يا جماعة فيها اماكن بتتعرض لسيول من الامطار فخلي بالك في جميع انحاء السعودية ولكن هنجيب بالتفاصيل في الخبر او في الفيديو اللي هينزل اليوم مساء هنا بصوا المنظر من الامطار افل ثلاث انفاء كاملين اعلنت وسائل اعلام سعودية ان شرطة المرور في مدينة جدة اغلقت خمسة انفاق بسبب الامطار الغزيرة فيما اعلن ان نظام الانزار الالي رفع درجة الحالة لمستوى التحذير عشان كده بنقول للسعوديين في تقلب غير عادي من اليوم الخميس كمان اكتر بكتير من اللي حصل امس في السعودية بالكامل وفي التفاصيل اظهر مقطع فيديو نشراته صحيفة المدينة على حسابها في موقع تويتر شارعا رئيسيا في جدة وقد غمرته المياه واوقفت فيها حركة السير نتيجة الارتفاع منسوب المياه الناجمة عن الامطار هنحاول نشغل الفيديوهات بس ايه علشان حوط طبعه النشر ولكن بصوا يا جماعة العربيات كلها غرقانة بصوا شايفين المنظر ده العربيات والسيارات كلها غرقانة في المياه وطبعا ربنا يعدي هذه المياه ويجعلها يعني امطار خير وده جزء من الامطار اللي نزلة في المدينة والى ذلك نقلت صحيفة سبق عن المتحدث الرئيس من الارتفاع هذا الوقت عن سعود الارصاد حسين القحتاني قوله عن جدة تشهد حاليا امطار غزيرة والنظام الاقل الانزار المبكر يرفع درجة الحالة الى تحذير واحنا كمان بنحذر حضراتكم من اليومين القادمين وهنا فيديو كمان لشكل الامطار عامل ازاي والانفاء اللي كلها اتملت لغاية الصقف من الداخل فاحذروا وافيدة في هذا الصيغ بان المركز الوطني السعود الارصاد كان توقع في تقريره عن حالة التقس لذا اليوم وطول امطار عادية من متوسطة وزي ما احنا حذرنا حضراتكم بردو من الي شاف الفيديو من 3 ايام حذرنا المنطقة كلها معرضة لامطار وعواصف رعدية ورياح عادية فخلي بالكم وكمان انخفاض غير عادي في درجات الحرارة على كل المدن الشامية نجي بقى للاخوة العراقيين وسبك وحذرنا تحذير للعراقيين السيول قادمة فاستعدوا وبنأكد على هذا التحذير تاني يا جماعة السيول في العراق قادمة واعتبرا من اليوم الخميس امطار غزيرة وغدا الجمعة تجمع وتكون السيول في مناطق عدة في العراق والموصل فخلي بالكم يا اخواتي واحبائي في العراق من اليوم تقلبات غير عادية في العراق والموصل وشمال العراق ربنا يحمي اوطننا ويجعلها برضو امطار خير يا رب على الجميع ان شاء الله معنا بقى موضوع مهم جدا وتفاصيل طرد الطيارين الاسرائيليين من مصر واول صورة لاحدى الطائرات وده يوم وده يوم اربعة وعشرين حداشر الخميس ومصر قامت باقاف وطرد حداشر طيار ونعرف ايه هل هتبدأ في اه احتكاكات ما بين مصر واسرائيل هل هيبدأ في مشاكل بس هنشوف كشفت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الخميس اربعة وعشرين حداشر تفاصيل جديدة عن واقع طرد مصر الهداشر طيارا اسرائيليا وصلوا البلاد امس الاربع وتم منعهم من دخول مصر وده اول طيارة كانت جاي فيها الطيارين الاسرائيليين واول صورة تنزل ليهم وقالت قناة كان حدشوت الاسرائيلية ان الحدث الذي وقع في مصر بلدين من المفترض ان بينهما اتفاقية سلام منذ سنوات مضيفة ان الطيارين الاسرائيليين لا يزالون عالقين في مصر بعد دخولهم الاجواء المصرية على متن اربع طائرات خفيفة وادعى التلفزيون الاسرائيلي ان الطيارين حصلوا على اذن للهبوط مقدما ووصلوا الى هناك في فترة ما بعد زهر الاربعاء لكن لم يكن لديهم اذن لدخول البلاد فعليا يعني لما جم اوقفوا محدش لقى معاهم اي ورق لذلك اجبرتهم السلطات المصرية على مغادرة اراضيها فورا واضافت القناة العبرية انه بعد انتظار طويل للطيارين طلب منهم العودة الى الطائرات لازباب تتعلق بالامن القومي ومع ذلك زعم الطيارون الاسرائيليون انه ليس لديهم وقود كافي للعودة لاسرائيل ولكن قبل طلبهم بالرفض ولم يسمح لهم بالتزود بالوقود واوضحت القناة التلفزيونية الاسرائيلية ان المصريين اجبروا طيارين على العودة الى الطائرات ومن ثم العودة الى اسرائيل لكن الطاقس لم يسمح لهم باستكمال الرحلة وفي السياق نفسه اكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية الوقاعة وقالت من خلال مصادر دبلوماسية ان الوقاعة حققية وان المسؤولون الاسرائيليين يحققون في الموضوع ولسه الطيارين عالقين بسبب الارصاد الجوية ولكن منعوا ان يغادروا طائراتهم ايه اللي هيتم ايه اللي هيتم هل دي بداية مشاكل مع مصر واسرائيل محدش يعرف ويه لما نجلنا تفاصيل اكتر هنبلغ حضراتكم ونقولها في الفيديوهات القادمة حمى الله مصر وحمى الله الوطن العربي بالكامل وحمى الله كل الشعوب العربية في العالم اجمع ان شاء الله وفي نهاية الفيديو لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم بشكركم على وقتكم وعلى وجودكم معي لهذه اللحظة وبفكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو ونشر المعلومة لتعوم المعلومة على الجميع وكمان يا جماعة اللي عايزي الشارك في القناة وعايزي وصله كل جديد ياريت الشرك ويدوس على زر الاشتراك او سبسكرايب اللي تحت الفيديو وما تنسوش تقولوا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين قولوا معايا مليون امين محتاجين مليون امين واللهم نستودعك الارض ومن عليها شكرا لحضراتكم استنوني في فيديوهات كثيرة جدا استودعكم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع